هل أقدر أقول أنه العالمين كمان نجح في أنه يعمل إيه؟ يعني أنت عندك في أسابيع متنوعة قدر تتقدم للجمهور لأن الجمهور اللي موجود في العالمين كمان متنوع صحيح وجمهور الشاشة التلفزيونية كمان متنوع لأنك بتزيع على القنوات المصرية بتزيع على ON بتزيع على DMC الحياة صحيح وبتزيع على كمان CBC وعلى Watch It فأنت عندك تنوع في المشاهد وتنوع في اللي حاضر هناك صحيح فالتنوع ده يعني أنا ستة كبيرة أو أنا حد كبير عايز أشوف حاجات طرابية كل الناس ستلاقى أزورها طبعا فهل التنوع ده برضو أحد نجاح الأسباب في المهاجة؟ طبعا هو ده أهم حاجة ده اللي احنا أصلا كنا مفتقدينه قبل كده لأن كان عندنا فعلا زي ما أقول بحضراتك في مهرجانات كانت متخصصة يعني الموسيقى العربية بيقدم نواية معينة بس من الغنى بنجوم معينين تقريبا بيبقوا شبه هم هم اللي بيتكراروا كل سنة فالمراضي الموضوع مختلف تماما لأنه كمان فيه جرأة في تقديم حتى الأصوات زي ما كنا بنتكلم على كايروكي أو حتى رضا البحراوي مصر إكباري بالضبط ده اعتراف برضو بالتقس الشعبي الناس كتير بتحبه صحيح وإحنا لسه بنقول كمان رضا البحراوي تحديدا رضا البحراوي شعبي أو إحنا لسه بنقول إن إحنا دي أول سنة للمهرجان أعتقد السنين الجاية ممكن يبقى فيه تطوير أكتر من كده وفيه ويدخل على الخريطة الدولية يعني يبقى مهرجان موافق يعني يبقى محتاج ده طيب خليني أقول خلينا كده نشوفه يورغونا بالصورة الإمكانيات يعني أنت كناقد لما بتشوف الإمكانيات هل شايف إنه الإمكانيات كمهرجان لأول مرة يبقى موجود كانت إمكانيات جيدة وجود الناس المكان اللي بيعودوا فيه الجمهور مع اختلاف الحفلات الحفلات الشبابية الناس بتبقى وقفة الحفلات اللي فيها طرابية زي حفلة مسحة طالح وريهام كان الناس كانت قاعدة ده إحساسك إيه؟ هو ده بالضبط اللي بقول حقيقة عليه هو فكرة إن أنا إزاي كمان أنقل للناس اللي قاعدة في البيت إن هما يسمعوا كوالتي صوت كويس جدا وكمان يبقى فيه زي ما احنا شايفين كده يبقى فيه رؤية بصرية جديدة ومختلفة علشان خاطر الناس ما يبقاش المغني واقف بيتفرق كده وخلاص وفي حداثة أنت كمان عندك تقنيات عالية جدا على المسرح ظهرت مع حفلات كتير تامر حسني وغيره الصورة الإضاءة الصوت يعني الحقيقة كلها كانت مبينة قد إيه أنت قادر إنك تعمل مهرجانات كبيرة طوانا نكودرين ترجمة نانسي قنقر